لعبة الأوراق أو قل كروت الحظ تشك أن تسقط من يد عبد المهدي رئيس الحكومة ناقصة العدد هذا في الأقل ما فهمه المحللون من مشهد سياسي شديد التعقيد في العراق أفلت وزراء عبد المهدي تباعا من كماشة الصراع السياسي على الوزارات إلا ثلاث حقائب ما تزال عالقة في الوسط هي وزارات الداخلية والدفاع والعدل لكن الجديد أن عبد المهدي يحاول جاهدا الحفاظ على طاقمه الوزاري من مقصلة ما تسمى هيئة المساءلة والعدالة فيطالب بالحصول على استثناء لوزرائه المشمولين بإجراءات الهيئة وهذا ما كشفته بل وأكدته صحيفة العرب الأندنية بالتزامن مع إثارة قضية وزيرة التربية شيماء لحيالي التي قالت إنها وضعت استقالتها بيد عبد المهدي على خلفية انتماء شقيقها لتنظيم الدولة النائب عن ميليشيا بدر كريم لمحمداوي قال إن رئيس الحكومة وكتلة المحور بتحالف البناء يتحملان مسؤولية ترشيح الحيالي وزيرة للتربية كاشفا عن وجود ما دعاها نوايا لرئاسة البرلمان والكتل السياسية لمعالجة الموقف معالجة الموقف هذا قد تأخذ ظرفا أبعد من الإقالة لكن ازدواجية المعايير تتجلى بأوضح صورة في القضية فلئن يقال وزير لديه شقيق متهم بالإرهاب فكيف الحال مع وزراء وبرلمانيين هم أنفسهم متهمون بالإرهاب وقيادة فرق موت طائفية وميليشيات قتلت وتقتل على الهوية لم تكن لحيالي وحدها مرصودة بإجراءات الهيئة فقد كشفت الهيئة نفسها بوقت سابق أن وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي يواجهان خطر الإقالة كونهما توليا مناصب في النظام السابق لكن مصادر السياسية أكدت أن رئيس الحكومة قدم طلبا لاستثناء وزيرين نقل والاتصالات من إجراءات الاجتثاث للمحافظة على طاقمه الوزاري كونه لا يملك بدلاء حاليين ينالون ثقة الكتل السياسية التي لم تفرغ حتى الآن من صراعها على الوزارات الشاغرة